بسيبي الأكل من الشخصية دي أنا لو بنام ما بيجيليش نوم لو عندي حب للحياة بقولي يا رب خدني لما شوف حياة النفوذ دي بس حبوه بس حبوه حبوه طيب هلا زي ما قلتلك انت في المسلسل طبعا الشخصية لما بتعمليها بالشكل ده يعني انت قلت انت المحددة مع المخج يعني والأستاذ عادل إمام أضاف طبعا ليها يعني مع سياق المسلسل بقى ندخل فيه السياق الملمون في بعض الحركات اللي ممكن البعض ياخدها كمان انها صعبة شوي زي المشهد اللي شوفناه انت دايما بتقولي انا بعض المشاهد ممكن اتحفظ على هل تحفظتي في بعض الكلمات اللي كنت موجودة على الورق هل اتناقشته في حاجة متعلقة بالشخصية هزبتوها شوي ده اطلاقا يعني بالعكس يعني استاذ عادل اولا انا يمكن ده من الاعمال القليلة قوي اللي انا ممكن ما اضيفش كلمة من عندي او اضيف افه او اه لانك انت دايما بتعملي الحكاية انا بعمل يعني انا بضيف حاجات كتيرة من عندي بس انت مع الاستاذ عادل امام فخلاص هو النص او هو بيبقى دقيق قوي في الحوار انه هو ده الحوار ده اللي هيتقال اه والحقيقة يوسف معاطي او الورق اللي مكتوب مش مديني فرصة ان انا اضيف حاجة او اقول حاجة لكن الاستاذ رامي يعني انا انا عايز اقولك هو كان مفاجأة بالنسباتي يعني انا عشقت رامي امام لانه اولا عامل جاو في الاستوديو اولا احنا مش بنهزر يعني ناس كتيرة فكرين ان عادل امام في البلاتو يعني احنا طول نهار بنهزر وبنتحك وحاجة فيش حاجة كده يعني احنا ده عادل جد وصارم جدا 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 يا راجل بيحترم الاستوديو والبلاتو وما فيش هزار احنا مش بنهزر خالص بالرغم من كده فيه جو حلو في البلاتو يعني متبقاش بقى قاعدوا خايفوا متنشنوا لا 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 احكاية لطيفة ولذيذة وجو حلو يعني انا من مسلسلات القليلة اللي في حياتي اللي انا زهلت انه خلص يعني يقولهم طب ما فيش مشهد تاني طب يعني انا حب اللوكيشن رامي امام فيه ميزة انه هو لما يلاقي انك انت فيه افة عندك او فيه حاجة ممكن تعملها يفضل وراها لغا ما تعملها يعني هو قال لي ايه هو ينفع تتشقليبي كده وطبعا انا حط حاجات ورايا اه الشهدامة بتاعت السرير لا يعني في الجسم انا حط حاجات بوبوهات وحاجات ورا فانا يعني الحركة بالنسبة الجسمي مش سهلة يعني مش متحكمة فيها قوي فقلت له لا اه اقدر خلاص فهمته يعني انا ورامي حاصل كميا ان انا خلاص فهمته هو عايز ايه فبقائنا احنا بنشتغل في ده مش في الحوار بنشتغل هو بنشتغل في الاخراج في حركة الكاميرا في المشهد هيبقى شكله ازاي فهو بجد مخرج يفاهم وعارف ادواته كويس وتحب يعني تحب يعني تبقى رايح الوردر وانت فرحان ومبسوط طيب تخمت نفسك شوية بحيث يبقى فيه شوية منحدرات على اليمين ومنحدرات على الشمال ومطبط في النص الله يحفزك يعني انا اساسا رفيعي يعني في حقيقة تخنى لا هو انا هقولك على سري يعني هو انا اساسا انا عملت الجسم ده المنحنيات دي لفيت الصين الصين بيروت فرنسا انجلترا يعني انا سفرت لانه انا عايزة انا تخيلت الشكل خلاص هو يوسف معاتي عامل الشكل خلاص لكن انا عايزة يعني انا متخيلة الشكل هتبقى ستة عاملة كده خصوصا انها في حي بلدي وشعبي فاغلب الستات المصريات في الحي الشعبي بيبقى جسمهم كده تدريس بتاعتهم واضحة خلاص فانا حبيت اعمل الشكل ده والنموذج ده انا شايفها قبل كده انا شايف النموذج ده كذا مرة انت شايف النموذج ده في الحياة طبعا خلاص ففشلت ان انا لقيه لما عملت الجسم ده لقيت وشي انا طبيعة وشي رفيع انا وشي مش مليان انا وشي رفيع فانا قلت الوش مش عامل سيمترية مع الجسم طبعا تخنى وشك ازاي عملت فيلر ايه ده فعلا روحت الدكتور وعملت فيلر نفخلي بقى فيه خدود ضخمة كده عشان يبقى الجسم ماشي مع الشكل مش انا بعمل شخصية اه فاول مرة تلاقي واحدة بتعمل تجميل للتوحيش اه مش للجمال يعني انت هنا هتلاقي شايف الخدود دي اه وشي كوار جدا ده 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 دراكلة دي وقال لي ايه ده اه والحواجد والحاجات دي كل ده يعني انت عملت نفخ للخدود للخدود للوش الخدود علشان يبقى ماشي مع طبيعة الجسم اه يعني النس بتعمل تجميل علشان تجميل نفسها تجميل نفسها انا اوحش نفسي ازاي اكتب بالزبط وبعدين اللي هي رفعة المناخير الرياكشن الوش انت يعني على طول كده فانا كان يعني انا كنت من معجبين قوي الاستاذ سلاحظوا الفقار اه فحس هو الوش والتاة ساعت اللي يرحموا بقى اللي هو تلاقيه عامل كده فانا ما معرفش هو أرفان او شامل حاجة ريحة وحشة او ليه الرياكشن ده فكنت دايما متابعه بشكل مستمر فانا عملت رفعة المناخير اللي هو على طول أرفانة كده يعني هو فيه ليه شتات كده فانا خدت رفعة المناخير دي علشان يبقى وشها كئيب تبقى ضالب اه وغداها من استاذ سلاحظوا الفقار من استاذ سلاحظوا الفقار في بعض الصور اللي بتنتشغله دايما فانت تبقى مش عارفة هو هو مش مئزي من حاجة اه يعني يحس ان هو أرفان او شامل حاجة وحشة او حاجة كده اه فعلا او انت فانت على طول وشك عامل كده فالوشها هو على طول عامل كده ارفانة ومخنوقة وعشان اوحش معالم الوش اه يعني نفخت وشتب حعمل ايه تاني يعني يعني مش هينفع فكل ده عشان تصدر لنا القرف ده كله طول التلاتين يوم فرمضاء الله يحفظ يعني مهم اكون قرفتك على قد معنا يعني مهم اكون نجحت اني قرفتك الحمد لله لا لا ده يعني الى هذا الحد بس في البعض ممكن يقولك ده شخصية هعملها انا ليه قاعد العب في وشي والعب في جسمي والعب واشوف انت بتقولي سفرت وحددت وقاعد عشان تعملي الشخصية دي تعملي كده بعض الناس يقولك لا انا شخصية هعملها بالادوات اللي موجودة عندي وخلاص وزي ما المخر عايز طيب ما هو انت ما هو في الاخر فيه ده كذا وفيه ده كذا فيه ده لفل كذا وده لفل كذا ده بينجح ربع نجاح ده بينجح نجاح كامل وبعدين ما تنساش كمان انه انا دي فرصة يعني انا عادل امام بقى اننا كتير ما اشتغلناش مع بعض فدي جمهور عادل امام ده انتوا من ايام فيلم زوج تحت الطلب زوج تحت الطلب كويس اه وخلي بالك ان كمان جمهور عادل امام هو اكبر جمهور في الوطن العربي خلاص فانا الحقيقة كمان انا استفدت من جمهور عادل امام يعني انت انا حسيت انه انا يعني 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 هي فرصة يعني يا رب تتكرر ان شاء الله لا والحقيقة مباره في الكوميديا وحتى يعني الاستاذ عادل امام بيتيح لكل من حوله جدا انه يدي اللي عنده انه بيعلي كمان بيعلي كل جوانب المستخدمين انا قبل ما ادخل التسوير ما كنت سمع كده على استاذ عادل يعني يتقللي حاجات كتيرة ما لقيتش ولا حاجة مزيدة هيتقلق مثلا ما بيحبش حد ياخد الكاميرا منه هبش حد ياخد الكاميرا عصبي ممكن يحرجك ممكن يعني بص لما كان بيشتم في الشخصية يفضل يتأسف ويعتذر بعد ما اقوله يا استاذ عادل ده عجل بيشتم حياة انا عارفة يقولي انا اسف حقك علي يعني يعني قد ايه راجل رقيق المشاعر ومحترم ومؤدب ما انا عارف انه بيشتم في الشخصية مش فيه لكن انا ما شفتش وبالعكس لما بيلاقي ان انا مثلا عملت حاجة مشهد مش قوي يقولي لا مثلا كان فيه مشهد الفرح مشهد الفرح ده البطل فيه احمد حلاوة فلما لقى قال لا احنا ممكن نعيزه علشان ممكن يبقى احسن فدي حاجة مش لغض لا احمد حلاوة فعدناه علشان ممكن يطلع احسن كمان مع ان احنا يعني اتحكنا كتير وتمندش منه فيه حاجات وتعمل حاجات لصالح احمد حلاوة ولصالح المشهد ولصالح العمل مش لصالح عاد الامام فهو الراجل بيبص للعمل كله يعني رغم انه هو مش في المشهد لكن يعني قال لا ممكن نعيده يبقى احسن بالزبط فكل الحاجات اللي انا سمعتها عن عاد الامام ولا حاجة اللي هي للشباب الصغيرين وانا يعني اول ما بيدخل لهم القوة دي يعني يضحك معهم يعني يكسر حاجز الخوف وكده في منتهى اللطف ومنتهى الالتزام طبعا وده بيفسر لماذا بقي عاد الامام على القمة طيلة هذي السنوات وهو ما لم يفعلها احد يعني حتى طيب نشوف مشهد كده تاني عشان نكمل ملامح الشخصية اللي بتتكلم عنها هالا واللي احنا تابعناها لانه كمان ارى معنه الشخصية ازاي بتعملها صحيح ده البعض بيقول ده من فنيات العمل يعني لكن لا ده مفيد ليس فقط للفنانين لا مفيد كمان للمتلقي انه الناس تشوف اداء هذه الشخصية عشان تشوفها بالشكل ده بيتطلب ايه او الفنانة اللي بتؤدد دور بصدق وتكون مهمومة بيه هتعمل ايه عشان تطلع الشخصية بهذا الشكل